اشتركوا في القناة اعلمت رسالة لجلالة الملك المفدى سعادة السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة خلال استقبال جلالته لها في قصر الصافرية هذا اليوم واعرب صاحب الجلال رعاه الله عن شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة متمنيا نجاح اعمال هذا المنتدى العالمي الهام وتحقيق الاهداف المرجوة منه بما يخدم قضايا الشباب وتطلعاتهم مشيدا جلالته ايده الله بعمق العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت اليه من مستويات متقدمة في العديد من المجالات واشار جلالته الى اهمية جهود الشباب في بناء حضارات الدول وتحقيق اهداف تنميتها المستدامة واكد على اهمية تهيئتهم وتسليحهم بالعلم لتولي المناصب القيادية في كافة القطاعات خدمة لاوطانهم اشتركوا في القناة